من دعائه عليه السلام في الاشتياق إلى طلب المغفرة من الله جل جلال اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل وصيرنا إلى محموبك من التوبة وأزلنا عن مكروهك من الإسرار اللهم ومتى وقفنا بين نقصين في دين أو دنيا فأوقع النقص بأسرعهما فناء واجعل التوبة في أطولهما بقاء وإذا هممنا بهمين يرضيك أحدهما عنا ويسقطك الآخر علينا فمن بنا إلى ما يرضيك عنا وأوهن قوتنا عما يسقطك علينا ولا تخل في ذلك بين نفوسنا واختيارها فإنا مختارة للباطل إلا ما وفاقت أمارة بسوء إلا ما رحيمت اللهم وإنك من الضعف خلقتنا وعلى الوهن بنيتنا ومما إن مين ابتدأتنا فلا حول لنا إلا بقوتك ولا قوة لنا إلا بعونك فأيدنا بتوفيقك وسددنا بتسديدك وعم أبصار قلوبنا عما خالف محبتك ولا تجعل لشيء من جوارحنا نفوذاً في معصيتك اللهم فصل على محمد وآله واجعل همسات قلوبنا وحركات أعضائنا ولمحات أعيننا ولهجات ألسنتنا في موجبات ثوابك حتى لا تفوتنا حسنا نستحق بها جزاءك ولا تبقى لنا سيئة نستوجب بها عقابك برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآل الطاهرين